في بداية المباراة لأنه مانشستر يونيتد تستغل الضغط العنيف جداً من ليفربول لكي تجمع اللاعب كله ناحية اليمين ويحاول يفضوا واحد من الارتكاز سواء ماينو أو كاسيميرو في نص الملعب وكما ترى الرجالة فعلاً اتجمعت وسببوا ماينو فاضي تماماً لكن محمد صلاح كان له رأي تاني وكرر يرجع يعمل الوجب الدفاعي بتاعه لأن الفرقة دي عايزة تكسب فرقة ليفربول عايزة تكسب وبالتالي النجوم بتاع ليفربول يرجعوا يعملوا الوجب الدفاعي عادي خالص من اللحظة دي بدأ الحصار الحقيقي للعاب منشستر يونيتد زي ما انت ترى ليفربول مش سايبين ولا لعب في الملعب من غير رقابة ماينو وكاسيميرو كانوا اهم اثنين اللاعبه وهو ده التارجد بتاع لعاب ليفربول واللي كان بيقوم بالادوار دي في ليفربول هو ماكليستر وجرافين بيرش اللي كانوا اطعيم مية ونور على ماينو وكاسيميرو زي ما انت ترى الرجالة مش عارفة تستلم اي كورة في نص الملعب وده طبعا بسبب قوة وشراصة لعبي وسط ليفربول خاصة اللاعب جرافين بيرش الراجل اللي كان قاطع مية ونور على ماينو في كل كورة زي ما انت ترى منشستر يونيتد بيحاول يخرج بالكورة بتلاقي على طول ماينو بيحاول يستلم الكورة في نص ملعبه عشان يدي الكورة لخط هجومه وبالتالي بتلاقي على طول اللي لازق فيه زي ضلو جرافين بيرش بيقطع منه الكورة وبيحولها الهجمة مرتدة سريعة لنادي ليفربول وهنا يبدأ الموضوع يبقى واضح لك شوية ان خطة ارنس لوت في المباراة دي كان تكليف ماكي ليستر وجرافين بيرش ان الاثنين دول يمنعوا اي عملية خروج بالكورة لمنشستر يونيتد خاصة في خط الوسط مش بس ماينو وكاسيميرو هم اللي هتلاعب عليهم بعنف أثناء الخروج بالكورة لا ده اي حد هيحاول يخرج منشستر بالكورة زي برونو كده يلاقي الوحش جرافين بيرش هنا بيقول له ممنوع يا باشا انا المدرد بتاعي موقفني هنا اني ما طلعكوش بالكورة تحت اي ظرف وبالفعل كان ناجح جدا ارنس لوت في انه يمنع منشستر يونيتد في عملية التدرك بالكورة وشوفنا اونانا في بعض الكورات ما عندوش اي حلول مع ان كلنا عارفين ان اونانا افضل حارس في العالم بيخرج بالكورة الراجل بقى يحطها في الاوت زي ما انت شايفين نجاح ليفربول ما كانش مقتصر بس على انه يمنع منشستر يونيتد من التدرك بالكورة لانت لو ركزت بقى في الهجمة دي هتلاقي انه هو مش بس يمنعهم زي ما انت شايف ماينو نازل معهوش اي حد بيستلم الكورة وبيديها كمان لبرونو اللي برضو معهوش اي حد وبسبب الضغط العنيف من لعب ليفربول بيجمعوا عليه التلاتة في نصف الملعب فبيضطر يرجع الكورة لكاسيميرو وفي نفس اللحظة دي بتلاقي ماينو بيشاور لكاسيميرو بيقوله العب الكورة الناحية التانية كاسيميرو من غير ما يفكر امحاطتها على العمياني خادها مين جرافن بيرش الراجل اللي قطع مية ونور على ماينو من اول المباراة عشان تتحول الكورة لهجمة مرتدة سريعة خمسة على تلاتة يخد شابو صلاح يلعب العرضية ويسجل ليفربول الهدف الاول كل ده بسبب فكرة مدرب قدر يستغلها صح الراجل حرم منشستر يونيتد من التدرك بالكورة ولغى خالص فكرة ان فيه اتنين لعيبة بيلعبه كاسيميرو او ماينو ان هم يعملوا اي حاجة في المباراة بعد الهدف على طول ليفربول كان هايج في الملعب حرفيا زي ما انت شايف بيضغط في كل حتة في الملعب منشستر يونيتد ما كانش شايف قدامه ارنس لوت مش بس نجح انه يخرج كاسيميرو وماينو عن الخدمة اثناء خمسة واربعين دقيقة لكمان حولهم لنقطة ضعف كبيرة في دفاعات منشستر يونيتد كاسيميرو هنا واقف وبيطلب الكورة عادي خالص لكن الراجل هيعمل اسكان وهيتأكد ان لويز دياس واقف في ظهره وشايفه متأكد انه واقف في ظهره لكنه استلم الكورة وعلى هادي خالص كأنه بيلعب مع فريق درجة تانية فلويز دياس قال له رايح فين وضغط عليه بشراسة كبيرة جدا وخد منه الكورة وبيتحجمها عكسية لليفربول وعلى طول الكورة بتروح للملك المصري محمد صلاح عشان يلعبها بالعرض للويز دياس ويسجل الهدف التاني ليفربول كان مسيطر سيطرة كاملة واخدين الملعب بالطول والعرض حرفيا في الحالات اللي زي دي المفروض يتدخل مدرب منشستر يونايتيد عشان يحل المشكلة لكن المشكلة الحقيقية ان الراجل ما كانش عارف ايه هي المشكلة اصلا فكرر انه يشايل الليلة كلها لكاسيميرو وخرج كاسيميرو بين الشوتين ونزل اللعب صغير في السن على اساس كنا ان المشكلة خلاص اتحلت يعني لكنه تفاجئ ان في بداية الشوت الثاني برضو فرقيته مش عارفة تخرج بالكورة زي ما انت شايف محمد صلاح بيبص لدييجو دالوت وبيقول له انا معاك يا معلم فجأة بتلاقي ديجو دالوت بيخش لعمق الملعب ورايح فين يعمل حاجة تحرم ديجو دالوت كان بغرض انه يسحب محمد صلاح لعمق الملعب ويفضي زاوية للخروج بالكورة لكن محمد صلاح كان له رأي تاني بدأ يبص على الراجل الذي ستسلم الكورة ويتحرك في طريقه وبالتالي مفيش خروج من الحتة دي واتقفلت على كده يا معلم وعشان كده شوفنا مرتينيز بيغير التجاه وبدل ما كان هيلعب نحية الشمال قالك بس خلاص اودها نحية اليمين بقى ما بيدهاش ما الرجال قفلين علينا مياه ونور ثاني مانشستر يونايتد بيحاول يخرج بالكورة ما خلاص كاسيميرو خرج بقى الراجل الكبير في السن المسن اللي ما بيقدرش يجري وماينو هو اللي بيلعب لكن برضو ماينو بيفقد الكورة وبرضو اللي بياخدها جرافن بيرش للمرة المليون قال لا هو مش تنهاج قال لنا ان المشكلة خلاص اتحلت بخروج كاسيميرو لكن سبحان الله اللي حصل مع كاسيميرو بيتكرر بالحرف مع مينو الراجل اللي صغير في السن اللاعب الصاعد الواعد بيستلم الكورة في خط وسط منشستر يونايتد بيدغط عليه ماكي ليستر بيرقده في الارض نفس الرأدة بتاع كاسيميرو لا سوري تقريبا كاسيميرو كان نام على بطنه مش نفس الرأدة والحاجة المهم بتبقى نفس الكورة ونفس الهجمة المرتدة وبتروح لابو صلاح اللي ما بيسميش على اونانا اللي سايب الزاوية مفتوحة بص على البحري عشان يحط له ابو صلاح الهدف الثالث بنفس الطريقة بنفس الاسلوب ثلاث اهداف بتخش في منشستر يونايتد بنفس الطريقة بناخد الكورة من لعيب الارتكاز تترد هجمة مرتدة سريعة هوب نروح نحط الجول وابو مكة كان العادة بيدوس على وش منشستر يونايتد ده الراجل حتى بعد ما سجل الهدف الثالث الرجالة بس سنترت ومنكتر الارتباك والعبط بتاع لعيبي خط الدفاع الراجل خد الكورة وبيديها لمحمد صلاح اللي هو في اقل من كم دقيقة محمد صلاح كان يجيب الهدف الرابع بص انا مش هقولك منشستر يونايتد كانت بتعمليه اثناء خروج ليفربول بالكورة انا هسيبك انت تحكم بنفسك بعد ما تشوف اللقطة اللي جادي اثناء ما ليفربول بتخرج بالكورة بديهي كده المفروض المهاجم يضغط وهنا بتلاقي برونو بيشاور للاخ بقول له خش امعلم خش اضغط والله مش هيعضوك خش ما تخافش وده عكس تماما اللي بيحصل اثناء خروج منشستر الانكتر بالكورة الراجل داخل بيضغط وهو مكسوف بجد يعني تحس انك عايز تقول له ما لك ازيكو يا حبيب بص فاندايك تحس انه بيقول له انت قل لي جابك اهلا ما تروح شوف انت بتعمل ايه هلاقي بقى واحد يقول لي انت بتفتري على ايه بقول له تبص اللقطة دي نفس الكورة برضو برونو هتلاقي بيوجه الراجل يقول له بعد اذنه حضرتك روح اضغط ما تتكسفش بعد اذنك روح اضغط يا زيكو مش هيعودوك والله ما تخافش فاندايك راجل محترم يعني هنا فاندايك بيقلة حرفيا من زيكو بصوا بيبصوله ازاي بيبصوله وبيلعب الكورة بكل برود ركز كده مع فاندايك ومش بص الكورة اصلا بصصله بصصله يعني بلعب الكورة على الهادي خالص لكن هنقول ليه بصراحة ما هو فيه مدرب قاعب برا مش فهم اي حاجة مفكر ان اللي بيحلق اقرع بيقى مدرب المدرب كده تحسنه رايح فراح يا لابس بدلة يعني هو مش لايق عليه اصلا ما علينا المدرب بجد بتاع ليفربول الراجل عارف يعمل شغلة قل وقوي ما تنساش بقى تعمل فولو ولايك وتشترك في القناة وتزبط الدنيا كده ابقى معلم انا كريم عنطر سلام